عندي حالات للأزواج يؤانون فيها من تدخل الأمهات في الفئة هذه موجودة الفئة هذه للأسف لازالت تتصل الأم ترفع السماعة على الزوجة البنت أنت فيك وما لا فيك وانت أخر وانت رعي اليول وانت سهر وانت ما تدري عن بيتك ولاهي وساهي ومن مكان المكان يا أخي متى تحس خلاص يا كفي يا البنت تعبت نفسيته واحد منهم واحد من الحالات قم تشوفي يا أستاذة هذا كيف تصرف أنا طبعا سمعت الوضع منه واستفسرت منه واخدت المجمل منه بغض النظر عن المشكلة يعني خلوا المشكلة على جمب والله يا الألفاظ والعبارات اللي تكلمت فيهم الأم إنه ما تليق بأم ما تليق نحن وشنون أنت تبي تصلحين الموضوع وانت كلماتك سوقية أفكارك سيئة جدا أعيد أقول لكم قبل سنتين قبل سنتين تقريبا تواصل معي زوجي قال لي المشكلة قال لي المشكلة إنه حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي وإني أنا أعاني من تدخل الأم وإن البنت تلجأ الأمها بك صغيرة وكبيرة وإن أمها من النوع العنيد من النوع اللي يهمها البرستيج ويهمها المظهر وتابي بنتها تظهر بأحلى لبس وأحلى ماركة ومدروش بحجة أني أنا زوجة وأنا المسؤول أنا هنا المطلوب مني أوفر له الأشياء هذه ولو وعد تدري من الزوجة ولا أقول لها مرة ثانية ولا أقول لها ظروفي ما تسمح زعلت وراحة تشكت لأمها بعدين أمها ترسلي مقطع صوتي تهزيء وتفشيل وانت فيك وما بلا فيك وانت اللي مثلك خير وظاهر وانت حار من زوجك وانت مدري وش فيك أذكر كلام الله يذكره بالخير مش تقول بالمقطع تقول لو ما عندك فلوس أهوى لكن فلوسك تكبه على ربعك وتكبه على سفرياتك وانهقانك تكبه على سفرياتك وانهقانك وخرابك يعني أحياناً الكلمات وشو خرابك يعني حتى لو تبي تصلحين أو تبي تسوين الأمر ما يكون بالطريقة هذه ما يكون بالطريقة الهجومية ولا يكون بالطريقة الاستفزازية ولا يكون بالطريقة هلا أخلاقية بكلمات سوقية أنت تبي تصلحين وضع بنتك تبي تصلحين وضع بنتك تروحين تتصلين على الزوج انهقانك يعني منه اللي ينهق صوت الحمار وشي سمى صوت الحمار وشي سمى نهيق نهيق الحمار فلما تقول أم الزوج الزوج بنته انهقانك يعني أنت حمار خرابك وش معنى كلمة خرابك ففعلاً يوجد أزواج يعانون من تدخل الأمهات من مشاكلهم وبعلاقاتهم وقد يسيئون الأمر ويزيدون الطيم بله فرجاءاً رجاءاً الله يسعدكم الله يحفظكم لما الزوجة يصير عنده مشكلة أو يصير عنده شيء ضايق أو يصير عنده شيء مسبب له قلق وتوتر إذا أبوها موجود إذا أبوها موجود أنا أنصح إذا كانت المشكلة قوية وتحتاج تدخل أن تتجه الوالدها ما تتجه لأمها إلا إذا كانت الأم فعلاً حكيمة حكيمة يعني تصحح البنتها أخطاء قبل تصحح أخطاء زوجة هنا ممكن لأنه فيه فيه أمهات حكيمات فيه أمهات ناضجات عاقلات فاهمات يوجهون بناتهم للصواب يوجهون بناتهم أنه هذا خطأ وهذا صح هنا ما عندي مشكلة هنا إذا كانت الأم حكيمة وعاقلة وفاهمة وعلى مستوى عالي من الفهم والعقل والنضج والوعي ما عندي مشكلة لكن والله إذا أنت تشوفين أمك مثلاً شخصية ضعيفة مثلاً نحن ما تقدر تسوي شيء شخصية ضعيفة إذا شفتي أمك مثلاً عنيدة عنيدة أو إنسانة تحب المظاهر لأنه زادت نسبة الأمهات اللي يحبون المظاهر زادت شوي عفوا فأنت أبخص بأمك وأعلم بأمك إذا شفتي إن أمك الله يعفظك يطوله بعمرك من الشخصيات اللي سريعة الإنفعال عصبية عنيدة تحكم أمور ثانية تحكم الحياة تحكم المظاهر تحكم قواعد وعادات وتقاليد هي تعلمتها هنا الله يسعدك عزيزتي الزوجة رجاءً لا تلجئين لأمك إن شاء الله تلجئين الأهل الاختصاص لكن لا تلجئين الأمك إذا هي شخصية اندفاعية شخصية عنيدة شخصية ما عندها الوعي الكافي ما عندها الحكمة الكافية اللي تستطيع إنه تساعد بنته في حل المشكلة لا تجعلين زعلك هياً لا يكون زعلك بسيط خلي زعلك شديد قوي إذا حل على الزوج رفتي اسودة الدنيا في وجهه خليه ياخذلك ياخذل زعلك ألف حساب خليه يشيل هم إنك زعلتي لكن تبتقولين لي كيف أنا بقول لك كيف الزوج اللي زوجته سعول وعلى كل شي تزعل يبي بالي بزعلها يبي يهتم زعلها يبي ناضر خاطرها طقاك الجرفاني ميتة ما رضيتين رضيتي بقريح لكن الزوجة الثقيلة الراكدة اللي زعلها ما يحدث إلا للشديد القوي تلقينا الزوج يترقب كل أفعاله وكل أقواله لا يقعد لا قدر الله يحدث شيء يزعل هالزوجة ونا أدري أدري نزعل زوجتي الله يكفي نشره الله يفلانه إذا زعلت إنه تسود الدنيا بوجهي إني معا دبي الدنيا باللي فيها أنا وش اللي قردني أنا وش اللي خلاني أتصرف أتصرف وأنا أدري أن زعل زوجتي شديد شديد جدا لأنه ما تزعل على أي شيء وليزعلها أي شيء ما يزعلها إلا ليهز اللي يهز اللي يضيق اللي يكدر اللي يغض أما زعل على روحه على جيه على تأخير على أمور رسطيطة تحدث مع العالم والله لا أصبح بل باب لا قضت صايحة تكلم صديقته ولا تكلم أخته وتطلع لي بخاطرة عرفتي فخلي زعلك قيمة يحط لها الزوج ألف حساب يحط ألف حساب تلقينه يمسكي دين وهي تكلم معك لي غلط لأنه يدري نزعلك شديد فلا تزعلين على كل شيء انتبهي الأمور الحياتية الأمور اليومية اللي تحدث ويصير بخلا أنت جبت أنت ما جبت أنت وديت أنت حطيت أنت قلت أنا قيلتلك هذول أمور يا بنيتي تسمى أمور حياتية يومية تحدث مع الجميع حتى مع أختك حتى مع زميلتك كل الأمور تحدث عادي فأثقلي وعقلي حياك الله وحده أي وحده زوجها يفعل الثلاث هذول تهديد بالطلاق تهديد بالتعدد ومثل ما قلت لكم الرجل يعدد ما يهدد الرجل يعدد ما يهدد بالطلاق أبدا الثالثة التهديد بالطرد بين كل وقت ووقت قضبي الباب أطلعي مع السلامة أضفي قشك أي عبارة من العبارات كل الثلاث هذول إذا فعلهن الزوج اعلمي أن زوجك صفر على الشمال لا يملك من الرجولة سوى لسانه لا يملك من الرجولة والقيمة والقدر والمكانة إلا اللسان الذي يتحدث فيه فقط لأن الرجال أفعال الرجال أفعال وليس قول ترجمة نانسي قنقر